السلام عليكم ورحمة الله وإخواني الأفضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم ثلاثات ساعة أبريل 2019 والساعة 12 واربع بتوقيك جزائر الآن وحديثي إليكم هذا يأتي مباشرة بعد قيام العصابة الحاكمة باستفزاز حقيقي الشعب الجزائري باستفزاز وتحدي ورغبة في المواجهة يبدو مع الشعب إعلانهم اليوم بتعيين عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة لتسعين يوم تطبيقا لما يسمونه بالمادة 102 هو واضح أنه استفزاز واضح أنه تحدي واضح أنه احتقار كما تعودوا دائما لنظر الشعب الجزائري رغم اليوم رأنا اليوم 46 من من الاحتجاجات من المظاهرات من المسيرات من هذه الانتفاضة من هذه الثورة السلمية الحضارية التي أظهرت العالم اليوم 46 يوم ومع ذلك يستبدلون اللص الفاسد بوتفليقة وعصابته كما قال القيد صالح نفسه وصف الجماعة التي كانت تحكم بأنها عصابة واتهمها باتهامات آخر اتهام يؤدي إلى الإعدام مع ذلك يذهبون ويأتون بأحد أعضاء هذه العصابة المادة 102 نفسها هي مادة جاءت في الدستور من 2016 بعد اغتصابه مرة أخرى من بوتفليقة ولم تكن موجودة هذه المادة 102 كانت 88 لكن جاءوا بالمادة 102 وهي مادة فيها كثير من التعقيد وهدفها إعادة انتاج النظام عندما يرحل الرئيس بشكل أو بآخر لكنهم لم يكنوا يتوقعون أن تكون هناك احتجاجات عارمة ومظاهرات عارمة وثورة حقيقية تطالب برحيلهم قيد صالح الذي يعتبر أن البلاد كانت محكومة بعصابة وهذا الدستور في الحقيقة جاء نتيجة لهذه العصابة يضع اليوم على رأس الدولة وأنا أقول قيد صالح وجنيرالاتو كل الباقي كارترون كل الباقي سيرك كل الباقي كلون كل الباقي مهرجين هذه المدنيين لصوص سوفهاء ولصوص ليس أكثر الحكم كان دائما قلب السلطة قلب الحكم هم كبار الضباط إذن هم الجنيرالات إذن قيد صالح في استفزاز واضح يقرر يذهب إلى وهران يتخبى هناك ويقرر أن يكون بن صالح رئيسا للدولة مع أنه أعترف بأن البلاد تحكم بعصابة وكان قال من أن سيعود إلى المادة السابعة والثامنة في الدستور المادة السابعة والثامنة واضحة وهي أن المادة السابعة تقول أن الشعب مصدر السلطة والثامنة تقول أن كل سلطة تأسيسية مصدرها الشعب ماذا يريدون كان من رأي وما لازلت عليه حينما كانوا يقولون الناس ما نعطوهمش ولا ولا لحظة ولا قلت لا يجب أن نعطوهم الوقت الكافي حتى ما يجيش وقت وما يجيش أحد من بعد يقول لك والله القايد الصالح والجنات اللي معاها كانوا يحبو يديروا الخير ولكن الشعب ما أعطوهمش الفرصة الشعب كان يطالب يسقاطهم جميعا الشعب كان يطالب محاكمتهم جميعا كان الرأي لا وأعتقد أنه الرأي الأصح وهو وفق مبدأ وصل الكذاب الباب الدار وصل الكذاب الباب الدار هنا وصلناهم اليوم الباب الدار باش الشعب يكون موحد الآن لما رأيت المظاهرات اللي رأي اندفعت وانطلقت بشكل قوي في كل تقريبا في أغلب المدن الجزائرية بل حتى في بعض القرى العاصمة الآن تعج بعشرات الآلاف من المتظاهرين برج بوعريريش عشرات الآلاف ولا عدد كل المدن الآن في هذه اللحظات اللي نتحدثوا فيها هذا كاللازم إذن نعطوهم هذا الوقت باش عندما يذهبون في التحدي وفي الاستفزاز هذا المذهب اللي راحوا فيه ويعينون واحد فاسد ومعروف فالوسط انتاحهم أنه دجاجة بكل ما تعنيه الكلمة أنه ليس أكثر من لص ومجرم وفاسق وخائن وخواف جبان فهذا يعني أنهم لا يعترفون بهذا الشعب لا يعترفون بيستوربعين يوم من الاحتجاجات السلمية التي أبهرت لعالم جميعا بهذا الأحظات إخواني أهم شيء هو التحكم في الأحصاب هو عدم الإنجرار والاستفزازات هو عدم الرد إلا بطرق سلمية هو عدم مواجهة خوتنا الشرطة والدرك في الشوارع وأن نتعامل معهم كما قلنا وكما بدأنا الجيش جيشنا والشرطة والدرك إخوتنا وبهم ومعهم بإذن الله سنطح بهذه العصابة من قيد صالح بمذهب وهذا المذهب مع الجنات الذين معه في الحقيقة يريدون المواجهة يريدون الصدام مع الشعب إذا لم يتخذوا القرار اليوم من هنا إلى نهاية اليوم بأن هذا بن صالح نفسه وهو يرى هذه المظاهرات الشعبية العارمة الآن في هذه اللحظات يستقيل إذا كانت عنده ذرة من ذرات الكرامة والحياة ذرة واحدة للاقات له هو والعصابة كلها إذا لم يقع ذلك وإذا لم يأخذ جنات الجيش المسؤولية لأنهم هم قلب السلطة وهم المحركين لكل شيء فإن التصعيد سيكون وسيكون قوي جدا وإن الناس لخرجة اليوم ستخرج غدا وبعد غد والجمعة والسبت والأحد ستخرج كل يوم وأن المظاهرات ستشمل جزائر كلها وإن إذا واجب ولازم الأمر أن عسيان مدني سيشل كل قطاعات وأن المظاهرات ستشل كل قطاعات والإضرابات ستشل كل قطاعات وعلى رأسها القطع النفطي والغازي وإذا لازم الأمر سيكون هناك حسار للموانئ وللمطارات الدولية إذا لازم الأمر سنذهب هذا المذهب وسيذهب الشعب هذا المذهب الشعب غاضب بدرجة لا تتصورونها يا عصابة اللصوص يا سراق يا مجرمين لكن مع هذا إخواني أقول وأشدد يجب أن نتصرف بالعقل بالصرامة اللازمة ولكن بالعقل وبالمنطق وبالحكمة أهم شيء أهم شيء أهم شيء لحطمتهم لحد الآن هي السلميتنا سنظل سلميين كنا بالأمس ونحن اليوم وغدا وإلى الأبد سنظل سلميين في مواجهة هذه العصابة ولكن سنكون مصرين أكبر من أي وقت مضى على إسقاطها الحمد لله أعطونا فرصة بعد ما بتلاعبوا ببعض الناس وتلاعبوا بعض العقول وتلاعبوا وبعد ما أعطيناهم فرصة وبعد ما شخصيا دافعت على أعطاهم بفرصة هاهم يخرجوا هذا الخرج إذا لم يتخذوا قرار من هنا إلى المساء بإسقاط الباءات الأربعة وأن يكون التفكير باعتقالهم في الأيام القادمة فإن بكل تأكيد الغضب سيتعظم والاحتجاجات ستتعظم والمسيرة ستكون في كل مكان وستتوقف البلاد إذا لزم الأمر لعدة أيام حتى في هذه الحالة يسقطون جميعا وإذا أصر قيد صالح الجنات اللي ذياني معاه على هذا الاتجاه فإن الشعارات تبدأ من غدا ترفع يسقط قيد صالح ويسقط جنرالات المجرمين إذا لم يتخذوا القرار من هنا للمساء بتطبيق المادة السابعة أو الثامنة فعلا وحقا وهي إعادة الكلمة للشعب فإن الشعارات ستصدر من يوم من غد يسقط قيد صالح ويسقط الجنرالات ويسقط اللصوص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين والجيش جيش هنا والشعب والدرك والشرطة إخوتنا وسيكونون معنا وإذا لازم الأمر سيتظاهرون معنا وسيحتجون معنا إذا لازم الأمر وإذا لازم الأمر فإنهم سيرقون عليكم القبض أنتم أن يحذركم إن والله لا فيه هناك غضب عارم داخل قوات المسلحة وإنهم ينتظرون أن يتوجه لهم الشعب ليأمرهم بإلقاء القبض عليكم يا جنيرالات ويا لصوص العصابة المدنية إخواني لا تحسبوا ما فعلوه شر لنا هذا بالعكس هذا يدفعنا أكثر فأكثر إلى تجديد النفس وإلى تقوية النفس وإلى توحيد الشعب وإلى الأخذ الأمور بجدية أكبر وإلى مواجهة إذا لازمت وفرضت علينا لكن كما قلنا ستظل مواجهة سلمية حضرية بكل الطرق لن يمروا معناها لن يمروا لم يفهموا عندما نقول أنهم يعيشون في كوكب آخر فنحن لا نبالغ يعيشون في عالم آخر فنحن لا نبالغ يعيشون في عالمهم الخاص عالم الملذات والشهوات والنهب والخيانة والفجور والتدمير البلاد هذا هو عالم اللي يعيشوا فيه الشعب قال سيسترجع إرادته سيسترجع قوته سيسترجعها إذن إخواني استمروا في هذه المظاهرات وخرجوا في كل المدن وخرجوا في كل المدن ومن هنا لإلى المساء إذا ما اخذوش هذه الجنرالات القرار اللازم والصائب وهو تطبيق المادة السابعة والثامنة والاعتراف بالشعب بتقرير مصيره فإن من غدا ترفع الشعارات ضدهم والإيطاحة بهم وتقديمهم للمحاكمة مثلهم مثل العصابة المدنية يبدو أن الله لا يريد أن يجد لهم مخرج ولا يسمح لهم بمخرج بعد ما دعينا بأن يتم حتى إعطاءهم الحصانة إذا لازم الأمر إعطاء الجنرالات الحصانة إذا لازم الأمر قلناها لكن هذا الاتجاه اللي رمشين فيه هذا غير مقبول وهذا لن يمر والشعب لن يقبل هذا مهما كان مرة أخرى يا إخواني أشدد مهما بلغ بنا الغضب ومهما كان استفزازاتهم ومهما كان خبثهم وسفاهتهم وخرابهم اللي يستمر علينا أن نتعامل بحضارية وبسلمية وأن لا نسمح لأي إن كان لأنهم قد يدخلون البلطج ينتاحهم الآن لبعض العنف ومشدات دائما تذكروا أن الشرطة والدرك إخواتنا والجيش وجيشنا أرفعوها هذه الشعارات وانشدون أنشيد الوطنية من جبالنا ومن كل الأنشيد وقسما وكل الأنشيد أرفعو هذه الشعارات وهذه الأنشيد حتى تحيى كل النفوس وندخل كلنا كلنا كل الأربعين مليون جزائري في الخارج وفي الداخل يكونون ضد هذه العصابة اللي في الحقيقة ما تتجاوزش عشر ألاف رأس راهي مدمر البلاد وعندها ألف رأس من رؤوس الكبرى وعشر ألاف أخرى من المفسدين المجرمين برلمان برلمان هذا برلمان بيع المخدرات والحفافات مع احترام الحفافات المحترمات برلمان اللصوص برلمان الزنات هذا برلمان يقرر مصير الشعب وتجيبوا كل الخبثاء ما زال تكلموا بعد كل هذه المسيرات وبعد كل هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات تحدثوا فينا على برلمان ألا تستحيى قايت صالح عندما تقول أن كانت العصابة تحكم البلاد وفي نفس الوقت تبقى على هذه العصابة لتمتج نفسها والله لن تمروا والشعب لن يقبل لكم هذا مهما فعلتم وهننقولها لكم ونحذركم أن الجيش والشرطة والدرك راهوا مع الشعب وراهوا إذا لازم الأمر فإن الشعب هو اللي رح يأمرهم بإلقاء القبض عليكم واعتقالكم كلكم حياكم الله إخواني إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته